السلام عليكم مرة أخرى اذترت أن أعمل هذه الفيديو الثالثة والله الرابعة لنرجع لأن هناك بعض الناس يتهجم عليك أن تدرك تومي نأخذ العبرة من هذه الأشياء يقولك واحد مثلا تتهجم تتهجم علي الإسلام أنا لا أتهجم موالك أنا نرى ما حدث أنا نعطيك تقيمتي عجبك ما عجبك هذا مشكلتك لأن نعم لا ترى ما ستصالح في العالم سترى كما نقولون الأشياء قدام نفك الجيرية القبائل لا لا ما ستصالح في الجزائر لهم يجب أن ترى ببعد وطني وبعد عالمي أنتم لا تقولون مثلا التسلط على الدين والعرب في نفس الوقت راكم تشدوا في الجزائر مواحدة وما تقدرش تتجزئ هذا هناك تناقض هناك تناقض أنا أقول لك لأن جعل مشاكل لصلاة في الدنيا جعل مشاكل لصلاة في الدنيا لأسباب اقتصادية أي أسباب أخرى بالصحة نستعمل الطعم 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 هي العرق اللغة أو الدين المشاكل لصلاة في الدنيا مثل الحروب الأوروبية أي حروب أي حروب تبدأ لأن أنت عندك غرض معين بالصحة إلا عندك هذه الأشياء تستطيع تسيطر على أي شعب معين فالحناية نديره تحاجز وقائي أنتو ما راكم تهضروا الوطنية تهضروا على الجزائر قطعة موحدة متجزة الجمهورية الجزائرية بالصحة ما ما راكم تفهموا بالليه كتقولوا الديمقراطية صافة هناك جهة معينة اللي لازم تتفاهم معها كي تقول الجمهورية هي رصم بلو موطع بزاة الحوايج وكي تقول مثلاً قد عاوحتها بس انتوى شراك الدير على أرض الواقع مختلف تماماً مختلف تماماً مختلف تماماً دوق ما لازمش انتو ما تشدون بالعاطفة يقولك الناس انتوى ما تكونش بالعاطفة بس حركة تخمم بالعاطفة لا 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 نخمم واقعياً واقعياً هناك اوناس يهدروا لغة معينة في البلاد اسمها لهجة هم يسموها لغة هم يسموها لغة معينة هم يسموها لغة معينة هم يسموها لغة معينة لغة معينة هم يسموها لغة معينة لان الأشياء هذه تدخل الان في شرف تدخل الان في شرف قالك واحد هناك قلت نحيل اللغة التي على هل نقودها عندك لا تقدر لا يجب أن تقول لا يجب أن تخمم بالعاطفة لا لا تخمم بالعاطفة ما قالك بلد الدين انا قلت لك ما هي المشكلة التي يخلق من أشياء موجودة في الدستور يجب أن تخليها ندايا يجب أن تنحيها لا يجب أن ترى انا قلت لك بلد الدين هناك أشياء في الدستور الناس لا تقرأها مليح الناس الذين تقرأوا الدستور أعطون لكم مثلا كل رئيس جديد يخيط الدستور على قيسه لا يمكن هذا الدستور يبقى للأجيال القادمة صوتوا هذا الأجيال التي تقرأوا في الفيسبوك والتيك توكيتو سيكون عايشين في الفيزيك موفلالجي بس هموه رامو سيكون سيكون في الفضاء لكم تقيدوا أناس تقيدوا أناس يقول كان ياما أنا قعد معي خلاص ما بغيتني وعلى هنا نين دور معاك النيف الشرف ومن بعد يقولك واحد يقول لك هناك نفاق الناس وضعت الإسلام دين الدولة بس هلا يكون أعطت لك المرة الأخيرة أعطت لك المرة الأخيرة أكثر من 30 حاجة يعملها الجزائري ضد القرآن ضد الدين أكثر من 30 حاجة He علاها عندنا لابيدو فيلي في لالجيريا علاها عندنا الزummer في również علاها عندنا الناس الذين تذهب إلى إقلاب بجوتري وتضرب الناس باللموس علاها الأوسخ جاعة موجودة في لالجيريا علاها الإنسان يضرب بابه علاها الإنسان يضرب بابه يرمي يمهل الطريق أي عشرة نزيد لك تقول لي أنت أنا كنت أرى الجوامع إذا لم أرى الناس القام نعم ما هذا الدين هذا طرح الله سويدي يقوم بالدين أحسن منك تهدر مع أحد إطاره يقولك فهمني مثلا الإسلام يقول للإنسان الإسلام ما تخونك ما تصراقش ما تدرش على كوريبسيون ما تضربش يمك ما تدر هذه ما تدر هذه يقولك هل يجب أن تدروا هذه الأشياء مثل قصص بالفطرين يخدم واحد في المحكام ما يدر بالعادل يخدم واحد في الامنستراسيون ما يسرقش تهدر لي أنتايا هذا اللي ما قنعت ليش أنتايا تقول لي الجزائر مسلمة 99% بس حالكي نشوف هذا الإنسان يخرج من السبيطار أما بسميته يروح للسبيطار يضرب 2% يحدم في الشركة يصرق درعهم واحد يحدم مثلا في النفورسيتي يروح يدري مثلا لما كنا من تعلم الدراسة كن بزاف حوايج ما كاش ما كاش أنا دومان واحد اللي تشوف بالليسة حقيقة هذا بلد إسلامي باش تفتخر لا لا تشوفوا انتايا ومن بعد وش انتايا إذا عملت إفتخار بتاعك في الفيسبوك القرآن تعرف الآيات ينشوفوهم وهناس مثلا خرجين طريق أو مثلا يعرف تبت يد أبي لهبي يقول لي يدير مثلا الفقه يقول لي يدير مثلا يروح يدري ناس لكي يدخلوا للإسلام نعم بدأ بروحك وولدك ولفهم يتاعك وبعد ناس تتبعك وعندما تتحدثوا مثلا لكيدنابين طفل صغيرة أو يدير الإمام مثلا على طفل صغير هذا وقع العوامل هذه لا تستطيع أن تقول لي بلني البلد هذا براتيك الإسلام أو لا براتيك الإسلام لأي بلد لا يسرق لا يكذر لا يدير لا يدير لا يدير لا يدير النظافة تلقاها يدير كل ما موجود في القرآن ترى الفرق بين المجتمع المتقف والمجتمع الذي يقول لك الجماعة هنا وتلقاها تجبل تلقاها ويقول لك النظافة من الإيمان يجب أن يهدروا الحقيقة لهذا لا يجب أن يكون علم كبير الوحيد يهدر في الناميمة يهدر على جاره يهدر هذا وترى الشعواذة وترى أن يذهب إلى القبر يحفر القبر هذا وقع هذا وقع يهدر على أمام المجتمع كل يوم تعطي له ستحصلة ولكنه المزلمون الحقيقيين ويهدر ويصلي يذهب إلى الدار يدير الخدمات ما يسرق يجب الأمام يترك لا يوجد المساعدة لا يوجد المساعدة لا يوجد المساعدة لا يوجد المساعدة ما يهربش لي بروسي أي حاجة عندها علاقة بالطربية وعندها علاقة بالإسلام وعندها علاقة بالدين ما تهدر ليش أنا أنا كي نفتح الفيسبوك نخلع أنا نخلع نشوف أشياء نقوله هذا هذا يعطيك ما بلد متقدم ما بلد يأخذ بالإسلام تقوله لي العربية وين كين العربية ولا الأمازيوية ولا هذا التشبث بالدين تلقى الفقر تلقى الجهل تلقى كل شيء الله غالب ما كان أيها اللي خرجت هذه تشوفوا وم بعد نشوفوا وناس يروحوا لي طنوجي يديروا ثم الدعوة نا نجب أن يدروي حقيقة نجب أن يدروي حقيقة نجب أن يدروي حقيقة نجب أن يدروي حقيقة تقول لكم بلد ما تشدوش في حاجة لأنه كان مثلا لقد قعل هذو الناس طوروا البلدان تعهون ما باعوش ما دروش تقولوا مثلا تتخذروا على الدين ولا اللغة ولا هذا التطبيع هذا مع إسرائيل إسرائيل يديجا عنها دو منغ أفيسيال واحدة منهم في العربية هكذا يوجدون ما يتخذروا يوجدون ما يدروي حقيقة العربية وعندهم الانغلي وعندهم الروس وعندهم الربراء وعندهم الانغلي والروس وعندهم الأدمنستراتون وكثيراً هنا نقارل أنفسنا إلى بلدان الذين نجحوا عندهم العرقات الصغيرة وبعد نرى هذا كتاب سرور يقول لك يدير في الفيسبوك بالليل عراق داروا بين الأكراد وداروا بين العربي هذا دستور تاع 1990 هذه المشكلة تاع الكردية التي لا تعرف عنده سبعة وستين سنة هم يتخاصمون سبعة وستين سنة ماذا سرع في أرض الواقع ارض الواقع هو اضطهاد الأكراد عندما تضطهاد الأكراد ماذا داروا؟ داروا بلد وحدهم لكن هذه المشكلة المشكلة الأكراد هي مشكلة وحدة أخرى نحن نجي للقبائل نرى هم داخل سفاصي لا رزود يكون مشكلة في الأزاوات لكن لا يكون في القبائل لأننا نضرب في الجغرافية أعطتنا بلد هذا الإنسان راهم وحدهم بالصح تغلغلوه في الوطلال الشيري بالصح في العراق ومن بعد كين أصرار إن شاء الله وحد وحد المرة كذا نهضرهم لنهضروا على العراق الحقيقي لأن لأن هذا الأكراد مهطة هدين يذهب إلى بغدد أو البصرة يذهب إلى بغدد لأنه سنة سنة ولكن يذهب إلى البصرة وهو الشيعة حسنا 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 لذلك المجموعة الأكراد هما من السنة يمكن أن كردي يزيد المسيحي لا يوجد روح في أي منطقة لذلك يجب أن تفهموا بين العرق واللغة والدين ضع ضع هناك لأن العراق هو أولا هناك كرة للعراق هناك كرة للعراق وكان ما تشين تسلط هذا تحصد دامته وعنده حقد على لأن الكويت كانت على العراق وانحاها وانت بلاد وحدها وعنده حقد على السعودية وعنده مشاكل مع الماريكان وعنده مشاكل مع إيران وعنده مشاكل مع إيران لذلك هذو كان هذو كان المشاكل هذو استغلوا الفرصة التي كان تشقق تنافرات الموجودة داخل العراق لكي تخلوه وضمروه كان عوامل خارجية ما كان عوامل فقط داخلية سعودية التي عاونت السنة أكثر من مرة لكي يضربوا إيران أن الأمريكا الذين عاونوا أصدام لكي يضربوا إيران لذلك مشكلة يضربوا بهذا أو ضدهم لو كنت تشوفوا المشكلة الموجودة اليوم في العراق ما كانت مشكلة جديدة ولكن تدخلوا وهو ناس جديد عناصر خارجية دخلت في الحلبة ما تجيبوش فقط لأن الجزائري ما يتعلمش ما يتفكرش يقول لك في الدستور العراقي موجود الأكراد والعرب والعربية والكردية سوف يتقسيم الموجود اليوم في العراق سوف يخرج بالدستور لا التقسيم كان تقسيم كان في الساحة قبل الدستور تعد تسعين لأن المشكلة هذه هي مشكلة تعد سبعة وستين ومقبل عندهم مدة هم يجريوا على إقليم كردستان لكن المشكلة الموجودة في إقليم كردستان هو أن كردستان عندك ثلاثة أربعة كردستانات عندك الموجود في اتجاه إيران تركيا سوريا والعراق دونك هذو مختلفين ديجا وطنيا وطنيا كل واحد عنده الوطنية تاعه للبلاد تاعه هذو مختلفين ثانيا الدين التوجه الديني تاهم الأكراد الموجودين في داخل إيران هما شيعة الأكراد الموجودين داخل العراق نستعهم سنة ما تقولون هاي لكي نفهم لكي نفهم المشكلة الموجودة اليوم هناك تدخل العراق وهناك تدخل الدين بيان سورا في كل البربلام هذو اللي كان الأكرموميك وان كان البيترول وان ما كان البيترول كردستان كردستان الإقليم كردستان العراق تقسم على زوج اليوم تقسم على زوج خلي كردستان الأكراد مثلا تاع سوريا الأكراد تاع إيران الأكراد تاع تركيا والأكراد الموجودين داخل العراق مقسمين اليوم لأن لأن واحد عندهم بيترول واحد عندهم الماء واحد عندهم الولاء ديفون سيطرانجير هو اللي كملهم هذه المشكلة راهم فيه وسط بلد كثيرة ما لازمش يكون عندنا نفس المشكلة لأن القبيل راهم فيه وسط الجزائر في كل الأحوال عندهم واجهة معينة على البع بصعرهم داخل الجزائر لم يكن لدينا المشاكل أنتم الذين تريدون تخلقوا المشاكل المسيحية والدينة كذلك تبدو تلعبوا بهذه الأشياء ثلاثة هذه العرق الدين واللغة الذين تخلقوا مشاكل ومن بعد دخلك تدخل نعارات أجنبية أنا قلت لكم المشكلة الموجودة شعبنا المشكلة الموجودة في ابن مزاب من المشكلة الاقتصادي من الفساد فساد مشكلة اقتصادي مشكلة اجتماعي أو مشكلة عرقية كنتم تريدون نفس الشيء علىه لأن المشكلة الاقتصادية الموجودة اليوم في القبائل كل اللزام في استسمع لأن هناك هناك أناس يستعملوا ما زال متشبثين مع الحكومة الجزائرية هما عندهم تفكير طائفي ما يديرون يضغطوا على الإدارة الجزائرية لكي لا يكونوا استثماراً في منطقة القبائل والمشكلة الاقتصادي والاجتماعي الموجودة في منطقة القبائل يخرجوه الأناس كمشكلة عرقية يقول لك كنتم الجزائرية ما شاء الله لديكم البيتر أو لديكم لديكم المنطقة جرداء أو المشكلة الاقتصادية أن الناس تخرج و تخرج و تسأل على الخدمة و المشاكل و المرافق العامة أو عرقية مضاب من مشكلة الفساد إلى مشكلة اقتصادية إلى مشكلة اجتماعية أو لا مشكلة عرقية القبائل من مشكلة مع أن هناك مشاكل سياسية موجودة في منطقة القبائل أوكي ولكن المشكلة الاقتصادية يؤثر سلباً على الخروج هذا هي أن الشوماج و البطالة و إيطو يستخرج يذهب إلى السطيف يذهب إلى القسنطينة والحنابة والعاصمة يقول لك أنا لا أريد أن أعيد في الجيري الجزائر هذه مختلفة لديك منطقة البنية المزابة و منطقة القبائل و منطقة الصحراء أي شيء أنت تلتيت لنور تبني و تخدمك و تتجربة لنور لكن دعونا هذه المنطقة و بعد يخرج لك الترقيق يقول لك ناية أو لا أو لا أو لا أو لا أو لا أو لا أو أستطيع محليوانه فلكم مشكل اقتصادي مميك اجتماعي مميك يخرج لك يقول كمان مميك وحده كيف هي دين؟ يأخذ العرق يأخذ الدين يأخذ اللغة فلسنة تابعين للسنة تابعين للدين الإسلامي بالصح يقولك انا يا أخويا لأنها مختلفة لغتي مختلفة سوف يجبط لك يقول لك بلد معين أباز دون أباز إثناء أو أباز لينغويستيك نفس الشيء يقول لك أنا عندي مشكلة معه الشعب هنا عندي مشكلة معه الناس هذا السنة المالكية يقول لك أنتم صوفية أو إباضية أو أي شيء سوف يكون هناك مشكلة ديني يفصل لك زوج أوناس من نفس البلد لذلك هذه المشاكل نتايع اليوم الذي تهدر لأن هذه الناس الذين يرونهم يزرعوا الباب ويزرعوا العنصرية لديهم مش تأثير مباشر في التسيير أو الضغط على الحكومة لديهم مسؤولية أمام الشعب أن هناك أناس جهالة سيتبع هذه الناس لسوء الحظ الواحد مسكين عقل ومغلوق يقول لك مثلا تحضر له على الدين يقول لك لا لا هذا ما تحضرش عليه ما تحضرش عليه ما تحضرش عليه لو كانوا تبقوا قانون تاع ألفين واثماش إلى قانون ألفين وستاش ما كاش الحزب على أساس طائفة لغة، عرق، ولدين هذا تاع حماس، هذا تاع جاب الله، هذا تاع بن كرينا، هذا، 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 قاع هذه الأحزاب يروحوا للمزبالة، لأنه عندهم واحد الحادث هو حزب سياسي، أباز عندهم إديولوجيا إسلامية، هذا ما كاش لأن الشعب الجزائري قاع يعرف الإسلام قبل الأحزاب السياسي، هل؟ كيف أنتايا تقول لي 99% هم مسلمي، بس أنتايا تدير لي حزب إسلامي، لكي تدخل الناس إلى الإسلام؟ هذه ما تخلط شنائل عقلتان، إذا الجزائريين قاع 99% مسلمي، ولا تخلط لي حزب سياسية مسلمة، يقول لي قاعد ندخل الناس إلى الإسلام، علىها، لأنها قاعد نناس مسلمة، ولا أنتايا تجيب لي حاجة جديدة، لذلك، لن تفهموا هذا الناس عندهم مثلاً إنشان آمونيم في الفيسبوك، بس تلقاه يتبعوك بثاف الغاشية، هذا هو المشكلة، يتبعوك بثاف الغاشية، وإن أنت تزرع، تزرع البغض والعنصرية، ثم حبسك، لأن هناك أشياء داخل الدستور تلك، وإن أنت لم تفهمتهم، تجيب لي دستور تلك العراق، أنا قلت لك العراق، الدستور تلك معمول، معمول أبري المشكلة، تلك أنتايا، المشكلة، فلالجيلي، كائن المايك، كائن المايك، و بعد ذلك، تجبت الدستور الجديد، لكي تهبر على أشياء، لكي تحبس المايك، مثلاً، لا تقدرش، وشارك تدير الآن، لكي تعطي له ديكارت باطل المايك، بانك، لازم نهضره أشياء، قبل ما يأتي واحد يأتي لك هذه الحاجة، لازم أنت تكون ذكي، هذا الناس، الذي يديره الدكات يرى هذا، ما عندهم أي ضغط، كانوا في، كانوا في، كانوا في، في منستوراتيون تعبد في اللقاء، اليوم، والله يديروا حلقات يهدروا، ما تهدرش على الأمازيغية، وما تهدرش على العربية، لأن انت هو السبا، أول السبا على المشكلة هذه، الأزمة السياسية، والإنسداد هذا، الذي نرى أن نرى، أنتم لم يصلوا إلى هذا الحال، لأن هناك كثير من أحزاب، وهناك طائفة تتبع كثير من الدين، وهناك طائفة تتبع الدمقراطية، واللائكية، وهناك الهوية، كل واحد عندك طائفة تتبع كثير من الدين، وهناك طائفة تتبع كثير من الدين، كان شعب واحد، كان شعب واحد، ولكن نديره الدستور توافقية، لا يوجد هذه النعارات، حسنا؟ لأن تقول لي أنتايا اليوم، تدير دستور، يقول لي أن هذا الدستور لا يمشي لكل الجزائر، سوف يكون المنطقة، تقول لي أن تخدم الدستور على قسها، لكي يمشي للمنطقة تاعها، هكذا الذي يريدونه، وبعد ندر لكم على الفيدراليزم فلانجيري، لأن أنتم لا تديروا أشياء، أنتم لا تدركتهم، لم تفهمتوا بأنهم تعطوا الحق للناس الأخرين، تقول لي أنتايا، مثلا، لا تستطيع أن تقول لي رئيس الجمهورية، لأنك لا تراك مسلم، أي حق يعطيك، لكي تقول لي رئيس الجمهورية، أو مثلا، أو مثلا، تجد أشياء، لكي تتفرسي الإنسان، نقول له مثلا، هناك العقيدة الشخصية، تعواحل، يتعلمون، يتعلمون، من اللغة التي يريد، من الدراسة التي يريد، كتفتها، لكي لا تأخذ هذه الأشياء، و تجري، أنا قلت لكم، كيف يجري، كيف يجري في العالم، لا تأخذ، لني حد الايمن، لا تأخذ حجه، لأنه كما يقول لي، اليوم اليوم، خرجنا في واحد الشاباب، لا لا تروا مشكلة جديدة ، لديهم الافزايا، عليها المشكلة جديدة أشرئية Without him想 لذلك يقول لك أنا يا بيش قصيتني أنا نروح نخدم على روحي لذلك ما فهمتوش؟ إذا كنتوما أنتوما اللي راكم تزيد للنار نرمال مو هذا مكش مشكلة نفتح الأبواب هذا لن يجب أن تهدل واحدة سكورها مسلم أو مسيح أو لا لن يجب أن تبتهد هذه النعارات لن يجب أن تقرأ العربية بالصف أو تقرأ الأمازيغية بالصف لأنك يذهب للمدرسة يقول لي هو الذي يحب الأشياء هذه هو الذي يحب الأشياء هذه لذلك هل رأيتم المشكلة مثلاً أنا مثلاً دخلت في واحد السيستام دخلت في واحد السيستام باللمدرسة العربية هذه تشوفها غريبة في الباكالوريا مثلاً أنا أخذت ستة في العربية أكي لكن أخذت فيزياء أو شيمي أو رياضيات كارتونية كلية مئة لو كانوا مثلاً ما دخلناش هذه لأن هناك أناس من الجهة هذه يحضرونها هناك أناس من الجهة هذه لأن أنا كنت في موقف وين؟ هناك طائفة واحد أخرى ستضرب ضد القبائل العشرية السوداء يقول لي تشوف 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 مثلاً تقول لي تكره العربية لأن هناك أناس يستعملوا الدين والعربية في موقف معين ويزيد يهدلك ضد القبائلية كيف تخرج؟ تخرج ضد هلك الناس تقول لي تقول لي أنا أعلا نقرأ الأشياء تعه أعلا أعلا أنا نقرأ في سميته في المدرسة الرياضيات بالعربية نوصل للدين ندير تمارين بالفرنسية أوكي نقرأ كتب فرنسية ندير تمارين الرياضيات لذلك هذه مشكلة لأن هناك وناس طائفة هذا الشغل تاعها من 1988 من 1988 نقرأ كل الأشياء التي صرت قبل بالصحة من 1989 حتى حتى 2016 حتى 2019 هذا هو الشغل تاعهم نعارات هذا والذي عنده دراهم عنده لأعطيته سوف يخدم البروجيت من البروبلام اليوم البروبلام اليوم لأننا نهضروا على وطنية ما كلهما الوطنية وما الجزائريين بيكون أطيافهم اللساني والعرقي وأي شيء أي شيء على هانايا مثلا على هانايا مثلا اليوم نشوف حزب عنده ولاء لتركيا هو اللي يقرر مصير الشعب الجزائري الشعب الجزائري اللي خرج في 2019 ما كله يقرر مصير تاعه هذاك الإخوان جي اللي عنده ولاء إلى حزب تركي انت تعطيله اليوم يهضر عليك ما من المستقبل انتهى المستقبل تاعنا أنا لو كان مثلا ما كسرتنيش في العشرية السوداء وما كسرتنيش في الألفية في الألفية كالشاب الشبانقة اللي يراهم في عمره يخدموا البلادهم اليوم اليوم نفس الناس أو لاء أو لاء يتجيو يهضروا على مستقبل بلد معين أنت هذا البلد الذي كسرته اليوم اليوم سنعيشه جروح مما هذا الإنسان الذي يقول لك أنه سيحيد الإرهاب يكسرونه مثلاً كما نقوله عندما يرتعون ثم يدخلوا للسجن و يخرجوا من السجن أو يقاوم بطريقة أخرى و يدخلوا العسكر للسجن و يدخلوا حياته و عندما يخرجوا لا يزال في رائحة مثلاً أنه يذهبون بطريقة أخرى لأنه سيحيد حياته لذلك لا يجب أن نعطيه نعطيه للشانس لهذه الناس أنا قلت لكم أن تبعوا أونس على طرنجي و ماذا يدعون لكم؟ القطعة هذه والمقاطعة ما هي الليرة التي يهضرها في مكان لكم؟ نفس الأونس الذين كانوا يتبعون للعهدة الخامسة بطريقة لديه واحد لا 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 بطريقة بطريقة أحزاب السياسية بطريقة أحزاب السياسية بطريقة أحزاب السياسية كل شخص يسكد والجهير يحبطها الجمعية المنظمات السياسة كلها أرضخوا لأمر الواقع لأمر الوليغارشي ودراهم والعط كائنين هم يدعون مما للانتخاب مما للانتخاب يبعث لكم أونس يقول لكم لا تصوتي و لا تفوتي لا تصوتي لديهم أونس الخمسة ملايين والثمان ملايين يجوزوا به الفوط يجيبوا ذلك جاءوا أونس من الناس الونية جاءوا أونس من الأوروب جاءوا أونس من الجامعة العربية وقد أدعوهم إلى من الموضوع هذه الموضوع لم يكن حتى أحد من الموضوع لذلك 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 من الموضوع أونس من 23 مليون يقوموا مقاطعة ثمان ملايين ستجدوا نفسها نفسها هي العصابة يقاطعوا كل لا تدخلوش لا تنتخبوش ولا يخرج لك حاجة مثلا اليوم يقول لك لا ولا نعمتون أنت تخمم لديك مخ الموضوع الموضوع هذا لازم تهشه شوية لكي يفكر يقول لك هذا الإنسان يلقى اللي انتخب له صافي أو كان شيء مراه أنا لسوء الحم أنه نقبل جزائريا اليوم ستحدث على واحد الحاجة اللي عندنا مثلا الطعم المسموم هي الأمازيعية الموجودة في الدستور اتقيوا الله اتقيوا الله النخبة التركية والنخبة المصرية والأونس اللي عايشين في الانجلوتر والأونس اللي عايشين بنكس في الدرانجية هم اللي راهم يقدم لكم تحاليل على كونستيطيشون وانتوما يا داكاتيرا للجزائر ما تقدروش تديروا تحليل تحليل تقولوا لا لا المكونات الجزائرية عندنا كرهنا لسانيات مختلفة عندنا عرق مختلف عندنا ديانة مختلفة كيف هنجمعهم تخرجوا بدستور توافقه باش ما تظلموش هذا ما تظلموش هذا واش تكونوا أذكياء أنا كنت كون كين الذكاء السياسي لازم تخلي شوية من حقك ما تظلموش تكون متعصب ما تظلموش تكون متعصب باش الأوناس هذي اليوم يقدرو يقولك كيف هنجم من منطقة معينة بهاو يستحوذوا وزعما هذك الإنسان يقولك الصناة تراكية القبلات جايته اتقوا الله اتقوا لانتا صحافي تريد المثال تريد المثال تريد المثال لتعلم الشعب لا تدرجوا الى اصباتك يخرجوا للعالم ومن بعد ذلك تريد المثال اتقوا لهم واذا يديرهم مساكن واذا يديرهم مساكن انت تغلق كل مجال تلك هم خارجين للطرنجي الأبو مفتوحة في فرنسا أمريكا كندا سويسرا هم كثم ما البرسنتاج الكبير كالناس الذين خارجوا للطرنجي هم قبايا والناس خارجوا للطرنجي والعاصمات لذلك تجدهم في الانجلوتير في الفرنسا في الأوروب ايضا لذلك انت تغلقوا الابواب منها هو يروح الى مكان معين يقول لك بلادي بلادي ما أعطتني الحق أنا نروح الى منطقة معينة ثم يعطوني الحق ومن بعد ذلك يعطوني الجوائز يعطوني مثلا البراءات لذلك 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 يقولون أنا ألجيريا ومن بعد ذلك يقولون كيف هذا او 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 فالنجل تضرب او لا 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 يقولون أنا امازيغي لذلك 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 يجب انتظروا او يجب لا لا لذلك كيف تنحي هذه المعارات لأن على البالي كان هنا سمي فنانسير ليس راكم هنا سمي 60 مليار لكي تقعدوا كما راكم لكي لا تفنسيوا تجيبوا مثلاً أمثلة أخرى المثل الواحد الذي لدينا هو الجزائر خرجنا من الهيمنة الفرنسية واليوم عندنا شعب مكونات مختلفة هذا تزوجه بمظابية هذا تزوجه بقبيلية هذا تزوجه بعربية الانسان اليوم تخلطت الأمور تزوجه وقال عليهم لا يفتحوا الأبواب لكي يحبك أنت تحبوا هو لا تفرصي على أن يأتي للإسلام قبل أن تفرصي لا تفرصي وثاني كي تحطروا مثلاً لبونكارتي يرى بلينتايا قيمة الأمازيغية تزوجه بلينتايا قيمة الأمازيغية تزوجه بلينتايا قيمة الأمازيغية لا يذهب لها لأنه مطمئن باللينتايا كعربي قبلت به كأمازيغية يقول لك أنه لا يمحيش هذه العربية تزوجه مثلاً كما قلت تزوجه يا أبو سلمة تذهب إلى بلد القبائد لا تفهم أنت الأمازيغية لا تفهم أنت الأمازيغية ترى العربية تذهب إلى هذه المنطقة أو الـ GPS أو أي شيء هذا هو الذي لا يريد أن تفهم تحوص على منطقة ترى العربية أمازيغية عربية فرنسية أو الأمازيغية لا يكون لديك لا يكون لديك هذا كما نقول الطابو ترى الفرنسية تتقلق لا لا أنا أقول لكم هناك أمازيغية يمحيو هذه العربية استفزاز أمازيغية 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 يمحيو أي شيء لديه علاقة بالأمازيغية هناك أمازيغية المتعصبين من كلها لديه المجموعة لديهم أغراض لأنها لا أمازيغية أمازيغية أو لا أمازيغية لديه غرض لديه حقد لديه أكثر لديه أكثر لديه استفزاز هناك أمازيغية هناك أمازيغية يقول لك أن يطبع هذا الإنسان لأنه لديه أمازيغية لأنه لا يقول لك لك أن تكون الإنسان سوف تقوم بالأمازيغية في العاصمة في تامنراسد ثم لا يرى ما يرى لديه أمازيغية لديه أمازيغية لديه أمازيغية لديه أمازيغية لديه أمازيغية يقول لك أنه لا تكون العربية في تزيوزوية الذكاء السياسي يجب أن تخلي شيئا منه أمازيغية موجودة في مباني الدولة أمازيغية أمازيغية لا تفهمها لديه أقرب العربية لديه أقرب الفرنسي لكن لا لا هناك أونس مع عمرين كما للمنبه يرى القبيلية أو الأمازيغية لا يرتاح نفس الشيء يذهب إلى منطقة القبيل بعد أن ترقى أونس يهدروا مواطن يقول لك لا تتعرف ما تقرأ أمازيغية لا يتعرف ما تكون في منطقة القبائل لا تتعرف لا تتعرف لك لكي تكررها الأمازيغية لا ينحيها نحنها في الدستور وفي المدارسة أي أحد يدخل المدارسة يريد أن تكرر الأمازيغية كانوا يقبعوا في قسنتينة أو حاسم سعود أو يريد أن يقرر الأمازيغية يقرر الأمازيغية وفي المدارسة لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة لذلك يسمع يهدر الناس يقولها أزود أو يتعلم لأنه لا يوجد تنافرة تكره لغة لأنها تكره ونصورية لا يوجد مشكلة لذلك لا يوجد مشكلة المراتب كما نقول كما المستقاعد لأن هناك أناس اليوم يستعملون هذا لأنه هذا هو الأشياء العرق اللغة والدين لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة وهذه الناس تهدرت معهم وشفتهم كيف يعيشوا وصلوا إلى هذه المرتبة لذلك أنتم اليوم يريدون أن توصلنا إلى نفس الشيء نفس الشيء تنوصلوا إلى هذا التنافر هذا لذلك واحد من الجهة هذه تاعة القبائل قال لهم رفعوا السلاح هذا من الجهة هذه تاعة العرب قال لهم رفعوا السلاح وعندنا أمثلة كثيرة وكثيرة من شوشان اللي قال ضرب القبائل بالإشار من اسميته منفره الدمهن الذي قال له على السلاح وزيطة اللي قال على السلاح ونقاذ اللي قال على السلاح واسميته ولياسر حماني اللي قال على السلاح وهذا بدراء رضا بدراء اللي قال على السلاح قاع القائمة موجودة هذا قاع الناس كل واحد ينتمي إلى إديولوجيا معينة يقولك ينرفعوا السلاح بلخلص الشعب مهما كان العرق تاعه وجد يكرهك لأن تذكر هاللغة تاعه ماذا به تنافرات هذه واللي ره موراك واللي ره موراك هم اللي ربحين هذا مكان أشكوين اللي ربح بحيلك اللي ره موراك واللي ره موراك اللي ره ربح بس حنتاتو اللي تخسر هو يخسر لأن انتم اللي ترفدوا في زوج السلاح وتقادلوا وفي طريق وفي طريق كيف يجب أن نكونوا أذكياء لا يجب أن فاقر يقولك هذا يهدر على هذا أنا أعطي لك باللي كتحت حاجة كتحت حاجة كتحت حاجة كتحت قنبلة فالدستور نقول هذا لك الدين أو اللغة أو أي شيء لأن هذا الدستور يخدم خمس سنين، ست سنين، عشر سنين يأتي واحد يبدل لأن الشعب لم يرى مستقر لم يرى مستقر لكن تجيب له أشياء الحمد لله لكن تجيب له أشياء لا تفكر جزائري تفكر خارجي كي توصل الجزائريين يهدر مع مصر مثلاً يقول له هو من تركيا يهدر على الدستور وكفاهي التاخب ثم الشعب الجزائري مستقر 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 لأنه يسمع أن إديولوجيا خارجه يقول له هذا صبر مشهور أو عمطر أو معز يهدرك على استفتاء جزائري ما دخل جدك في الاستفتاء الجزائري؟ ما دخل جدك؟ هذا مشكل جزائري نصلحوه في بناتنا أخويا أول نظمبر هذا ما موجج نعطي له الوقت حتى ونلقوا الحل يكون للمشاكل لكي يكون هذا الانسان يكون مطمئن في البلد أو أنت تكون مطمئن لكي لا تكون شخصاً وردك تشوف دستور تكون مرتاح هذا يكون مرتاح إذا لم نفس المقاعدة ما دخل جزائري؟ ما دخل جزائري؟ ما دخل جزائري؟ ماذا بهم؟ ماذا بهم؟ ماذا بهم؟ تكون الجزائر لكي تركع ثلاثة الحواج هذه لا يوجد أي شخص أخرى لا يوجد قوة خارجية تأتي لك لا يوجد قوة خارجية لأن العرق واللغة والمشكلة تعدين يتفتت الشعب الجزائي يتفتت نعرض كيف يبدأ المشكلة إذا لم تفقتوش وصلت في البلدان الأخرى وصلت في البلدان الأخرى لأن تقولون لي مثلا عراق إذا عراق له كان ماشي القوة العظمى التي عاونت السنة ومن بعد استبداد للعرق الكردي والاستبداد للشيعة لا يكونوا هذه الناس ضد أمريكا ومن بعد عراق هما راحوا مع أمريكا فهمتوا؟ راحوا مع القوة العظمى لأن كان استبداد هما هما القوة العظمى هما هما الذين يعاونوا صدام لكي يكون مستبع حسنا حسنا بعد وضعوا حكومة تعشيعة وحكومة تعشيعة حسنا ما حصل اليوم كان ارتهاد ضد السنة أقري من حكومة التي وضعت التي وضعت أمريكا ثم خلقت هذه الميليشيات الصغيرة لتعطي لهم السلاح على القوى العظمى لذلك خلقه لأن الصحوة تاع 2007 2008 أعطي لهم السلاح لتعاون ضد القاعدة لا ضد لتعاون لتعاون كل واحد أعطي لهم السلاح لتعاون لتعاون ولكن هؤلاء كل هذه الميليشيات كل هذه الميليشيات كل هذه الميليشيات راكمة الديونة إلى نفس المشكلة نفس المشكلة نفس المشكلة لذلك هذا العرق يقول لك عنها نجيبه السلاح لكي نحميه نفس السلاح بس حكي تكون نعارات مع واحد آخر هذا يضرب هذا وبعد لأن المشكلة الناس اللي ما رايش تشوف الواقع الاجتماعي بش يقول لي واقع أمني جيوستراتيجي لأن في الجيش الجزائري العقيدة اللي حكماتهم هي الوطنية أوكي ما يشوفوا بالدي ما يشوفوا بالعاق ما يشوفوا يشوفوا رحهم جيش وطني على عقيدة وطنية المشكلة غدوة كي يكون المشكلة بين العرقين لذلك الجيش هذا يروح مع العرق والجيش هذا يروح مع العرق لذلك ما يقول له في الليبي في الليبي الميليشيات كل واحدة راح كانوا فيه جيش واحد لسه عندهم عندهم واحد عشرين قبيلة كل واحدة راح مع القبيلة هكذا اللي بغيتون وطنية هكذا الناس اللي ما تفهمش سوطو سوطو كي يكون جيش مختالة هكذا سوريا العراق لالجيري لاليبي هذه الجيوش هذه الجماهيرية جمعوا بزاف اللغة والعرق والدينة تداخل كيتفتت لأنه هو واحد يكون مضطاهد يروح مع الشعب تاوه بغيته والله يقرات هو مدرب بسلاحيته وياخذ السلاح تاوه يروح معه القبيلة تاوه وهذا يروح مع القبيلة تاوه كل واحد يروح مع القبيلة تاوه هايلك الأمم المتحدة قالك باش انتخلوا في انفصال بلدان لازم يكون مشكلة لما تفهموش لما قرأتوش كيف هالأمم المتحدة تدخل باش تعطيل حق اوكي لازم تفهمو هذه الأشياء باش باش الأمم المتحدة تعطيل حق هناك طرواه و اللاكات شما باش يولي البلد بلد مستقل اوكي كما اليوم وشراح صاريف لالجينراح في مفترق طرق لذلك الامم المتحدة باش يدخلوا و تعطيله لالجينراح باش يشطيه لالجينرال لذلك تدخلوا لقلوا تدخلوا ولد يجب أن نفرق هذا الفيزيوجين في السلاح يجب أن نفرق هذا الفيزيوجين في السلاح ثم تدخل الأمم المتحدة تقول كل أساسين فيما تعطيلوا الحق هذا كيف؟ عندهم تخطيط لذلك لكي تقولوا اليوم الجزائر لكي تصعيد هذا الذي سيحوص عليه فرحات مهنة أو لا زيتط أو لا شوشان أو لا هذا رضا بدرة والناس كاع الذين رأيهم في القائمة هذا كيف؟ يجب أن نعارض هذا يجب أن تخرج للعالم بكرة مكانش الفيسبوك خرجت في الجورنو خرجت في السنقة اليوم هناك عصر متقدم كل شيء موجود على العالم كانت الكثير من الناس توصلهم للإنفرمات والإنفرمات هذه هي الإنفرمات التي سوف نرى الناس في الدار أو عقلهم مسكر يذهب معها هذا الذي يزيد هذا سوتوا سوتوا والذي يرى ما يتبعوا دائما لفيديو هايلك 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 بالشمل باللغة بالدين بالعرق بالكل هايلك 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 لأن هناك القانون كي ضبطك القانون ذلك الناس اللي راه يدير العارات هذا ما رانيش ضد هذا ولا ضد هذا أنا سامنتي راسبا قالوا النفوطي كل نعم ولا هناك إيجابيات هناك سلبيات الصح الدولة راه يخرجها تقول لك أنا سييت مع الشعب هذا نعطي له شيئا جديدة ما بغاهاش سوف يقول لي القديم شكو نوي جري اليوم الناس اللي كانوا عشرين سنة بدلوا برك هايلك نفس الأشياء نفس الأشياء نفس الأشياء نفس الأشياء دوركم بلاستكم يا شباب حشوما حشوما هم بعد ندير الفيديو وأنا نعرضان على السيستم هذا عبد المجيد تبون فيما يخص الديناصورات ولت الساحة السياسية ما كاش مفاهمة معاهم يا سيد الرئيس تهدر معاهم تقولوا راح لاروترة تتاعك سنيلوا الورقة تاهم مع السلامة ما توليش ما من الأناس اللي رأهم في السجن رجع دراهم مع السلامة والأناس اللي داروا الظلم كل واحد يخلص بالصح ما كاش ما كاش ما كاش ما كاش بالسياسة لهم الله غالب أعطيت لهم للشانس الإقصاء هذا لازم يكون قبل ما يكون مشاكل الشباب بمساكن خرجوا عام كامل ومن ثم يقول لك تعيير 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 تدوركم الحسيرة ما راكمش أذكية اليوم تعودوا مجلس الأمة تغيروا تدخلوا إلى مشروع التغيير الحقيقي تديروا مشروع حقيقي ما تخلوش الأونس هذا نفس الأونس القرقز هذا الماريونات هذا هو ما اللي ولله مرة أخرى اللي راهما امتصوا لمدة ثلاثين سنة أنتم اليوم خليت لهم المجال لأن المجال كان مفتوح المجال السياسي أنتم تذهبوا ونذهبوا إلى المحكمة ونذهبوا ونذهبوا تكونوا أذكية لأن التغيير يكون في المكاتب التغيير لا يجيش من الشارع الشارع غيرتوا واحد الحاجة دخلوا إلى القمضاء بوليتيك لسوء الحظ ليجون لا لديهم الموايا لا لديهم الثقافة وكان واحد الحاجة أهدتها صافي ترالونطو الأحزاب السياسية هؤلاء الناس الذين يرون الفافاس الارسيدي الوبيتي الاراندي كل الأحزاب السياسية يجعلون الجامعات الصيفية لا يجعلون مثلا النوفال جنراسيو تخرجوا يجعلون مثلا جمعيات الجمعية الصيفية نفس الأناس هم شابوتي وموفبو نفس الأشياء لا يجعلون يعلم كيف تدخل إلى الساحة تدخل البيان تدخل تدخل كل الأشياء على الملكة على الأشياء هذا لذلك هذا منذ 22 فبراير 2019 نورمال ليس هم الذين يأخذوا المشعل لأن الملحة الملحة محرقين دعونا اليوم لا يوجد تحدث لا يوجد الحوار دعونا فاشلين أو إلى الساحة هم تدخل نورمال نورمال أنا قلت لكم لا يوجد هذا الوجوه القديم على التلفزيون على التلفزيون يجب تقاطعهم تقول لا يوجد الأشياء لا يوجد يجب يجب الناس يقول المجلس الأعلى للشباب الذي يحكمه عنده 80 سنة لا يوجد لا يوجد لا يوجد يجب يجب شباب يتعلموا يغلطوا السنة الأولى يغلطوا السنة الثانية بس يتعلموا لأن لا يوجد التلفزيون والتربص لكي يتعلم أول أين الشباب يأتي يخدم لسوء الحظ الشباب هذا ضربوا المقاطعة وعلى ما يقف هذا الأحزاب السياسية الفاشلة الذي يخرجوا من الحراق لا يمكنهم مستخدموا الحراق هذا مشروع الدستور يقفوا إلى الساحة يقفوا لا 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 ثلاثين سنة على ترنتو ترنتو يذهب ترنتو ثلاثين سنة وحدة وخرين لا لا يذهب لا لا مشي مشي طال الله وفير وحديكم انا قلت لكم بقى لازم تكونوا اذكياء طال الله وفير وحديكم